مع تراجع خدمات النقل العمومي والارتفاع المشط لأسعار السيارات تبقى السيارة الشعبية ملاذة تونسي غير أن طول الانتظار لسنوات بات يخلق باب الأمل أمام المواطنين وزارة التجارة وتنمية الصادرات أرجعت ارتفاع أسعار السيارات الشعبية إلى ارتباطها بالسوق العالمية وتدني قيمة صرف الدينار وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن هذا الارتفاع قابله نقص في المبيعات وارتفاع في عدد المسجلين لتتجاوز فترة الانتظار لاقتناء سيارة شعبية أكثر من خمس سنوات فيما بلغ رقم الانتظار مئة وخمسين ألف ورغم أن الوزارة رخصت الوكالاء الراغبين في توريد هذه السيارات بحسة ألف سيارة لكل وكيل أي ما يعادل حسة حماية بعشرة ألاف سيارة سنويا إلا أن بعض الوكالاء توقفوا عن القيام بعملية التجليل إذ تراجع عدد العلامات المعنية بهذا البرنامج إلى سبع علامات من بينها خمس علامات ورد حوالي أربعة ألاف سيارة منذ بداية السنة الحالية والبعض الآخر خرج نهائيا عن أصناف السيارات الشعبية ويتراوح السعر هذه السيارة في تونس ما بين 26 ألف و36 ألف دينار ويعتبر هذا السعر أقل من 20 ألف دينار عن السيارات غير المدرجة في هذا البرنامج كما وقع التخفيذ في الأداءات الموظفة على السيارات الشعبية بأعفائها من المعلوم على الاستهلاك والتخفيذ في الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7% ويتطلب الحصول على سيارة شعبية أن لا يتجاوز الدخل الشهري الصافي عشر مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون لغير المتزوجين ومرة ونصف الدخل المذكور بالنسبة للأزواج ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا تجاوز الأجر الشهري عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور لغير المتزوجين أو الأجر الشهري المتراكم الذي يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للأجور للأزواج ولا يمكن تحديد ميزة نظام الضرائب الممنوح إلا بعد 7 سنوات من تاريخ دخول السيارة التي تم الحصول عليها مسبقاً في الخدمة ترجمة نانسي قنقر